بنتكلم على ملف زيادة الأسعار والناس كلها بتتحرك مجلس الوزراء تتحرك القيادة السياسية بتتحرك الأجهزة الرقبية بتتحرك طبعا عشان تواكب اللي بيصل في العالم وتأثيراته عليك عايزة أعرف من الحقيقة إزاي كمواطن رصدت هذه المجودات عشان تحتوي الأزمة قبل ما تحصل ولو إنها حصلت في بعض الملفات يعني طبعا بصنا حضرتك هذا موضوع متشعب ولازم نقضي في سياقه الطبيعي عشان الناس تفهم لما الأمور بتبقى واضحة الناس بتبقى أكثر يعني تقبلا وتفاهما لأي إجراء حتى لو كان صعب موجة الأسعار جزء منها تأثر بكورونا وتدعية كورونا وتذكر مسألة ما يسمى تعطل ثلاثة الإمدادات يعني ناس كتيرة جدا ممكن تسمع اللفظ ده وما تدركش يعني أنا بيجيني مثلا العمح من روسيا ومن أوكرانيا أو بيجيني سلح كتيرة جدا من الصين فبسبب كورونا وبسبب الإغلاقات حركة النقل وانتظام التحرك السلعة من أول خروجها من مكانها للوسطة ووصولها للمكان اللي هيستوردها فتعرض لبطء وتعطل كتير جدا أدى إلى ارتفاع سعر السلعة نفسها النقل والشحن فالبطء بتاع سلاسل الإمدادات ده عمل مشكلة كبيرة جدا فيه وده أول مرة الناس تسمع اللفظ ده على في كورونا أو في تتعاية كورونا بشكل كبير جدا لما طبعا وجدت أزمة تانية مثلا فيما يتعلق بالحبوب لما العالم بدأ يتكلم عن ضرورة أن يبقى فيه مواجهة لظاهرة التغير المناخي فالناس تبتدئ التغير المناخي لأنه الناس بتعمل امبعاثات حرارية كتيرة الجو بيزيد الحرارة بتاعته سلع المحاصيل بدأت تتأثر فبدأت تقل كمياتها تالي السنة الفتر المنجة عندنا تأثرت بالضبط كذلك على سبيل المثال وتأثرت سلحة استراتيجية كبيرة جدا في الخير فبدأ ده عامل تاني لما بدأ الموضوع ده يهدى شوية رغم أنه رفع الأسعار إلى حد ما بس لما بدأ يعني يعني الأمح ارتفع قبل ادلاع الصراع في أوكرانيا بحوالي 40 إلى 50% ومعه سلح أساسية جات أوكرانيا زادت 60 بال في أول يوم فقط العمح ارتفع 6% ماشي يمكن أنا قلت لحظةك في آخر مرة احنا عادنا مع الدكتور معيط مجموعة من رؤوسية التحرير كان النقاش الأساسي حول مؤشرات الموازنة الجاية اللي هي مفروضة بواحد سبعة بس غالبية النقاش تطرق إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على وثم رصد مبلغ إضافية لإحتواء الأزمة على الأقل يعني مثلا رقم واحد من 12 إلى 15 مليار جنيه مصر هتتفعهم لتعود ارتفاع سحر الأمح في الفترة من يعني من أول من دلع الصراع من شهر مثلا لحد يوم واحد سبعة لجاية هتتفعهم لمين ارتفاع الأمح ارتفع برة تاني ده عشان ما يحملش على المواطن طبعا فرق السعر احنا هنتفع الأمح في مصر احنا طبعا الدولة رقم واحد في استيراد الأمح احنا بنستهلك 22 تقريبا مليون طن تلتين هم بنستوردهم 80% من التلتين دول من إجمال استيرادنا بيجوا من أوكرانيا وروسيا ماشي انت بتستورد دورة بتستورد الزيت 95% ومعظمه من أوكرانيا بيجي لك 40% من السياحة من روسيا أوكرانيا فده عشان المشاهد يعرف احنا بنتأثر قدية فيه سيادة الوزير محمد مايط قال انه فيه بعض السلع تكلفة الشحن بتاعتها زادت 15 مرة ده بسبب ايه بسبب الحرب وبسبب الإجراءات وبسبب ارتفاع التأمين اه القز التأميني ده محدش منتبه ليه طبعا انا دلوقتي بانقل شحنة قمح من أوكرانيا من ميناء أودسا او اللي هو مفروض تلحفظ بالمخاطر أصلا فمين الاستفائق يعني هيطلع المحصول من الحقل او من الحقول الى الصوامع ومن الصوامع الى الميناء ومن الميناء يتحرك مين اللي هيغامر يقولك لا انا مش هقدر اغامر فمدل ما كنت بقعد منك 100 دولار مثلا تكلفة شحن او تأثير تأمين هخليها 1000 دولار لما انت بتيجي تعمل تحوط احنا في البترول مثلا من سنتين ثلاثة قلنا نعمل يعني ما يسمى التحوط يعني هي التحوط هاجي اروح لشركة تحوط كبيرة اقول لها والله انا عايز اؤمن او اتحوط على اسعار البترول انا بس توريتها ان انت تتحوطي لي ان مقابل كل برميل البترول هفتال انه في الموازنة اللي قبل اللي فاتت كان 68 دولار هتفعلك 20 دولار لانه الاوقات عادية ما فيش مشاكل عشان اضمن انه السعر يظل 68 دولار لو ارتفع في السوق انت اللي هتتفع الفرق اه ماشي بس لما تيجي ازمة زي ذلوقت والسعر يقفز الى يصل في لحظة من اللحظات ال 139 دولار لما اروح لشركة تحوط وقولها انا عايزة تحوط على البترول تقول لك والله هاخد على البرميل 50 دولار طيب ارتفاع رغيب ارتفاع فعدد كبير من الناس ما بيخدش بانه من كل التفاصيل دي هو بيقول لك لا انا انا عايزة استرعى زي ما هي من حقه انه يتمنى كمي اشياء بس الجزء من دور الحكومة انه هتقول له الصورة كاملة